السلام عليكم عزيزي المشاهد بهذه الحلقة شرح تعليمات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC العالمي للحد من انتشار الفيروس COVID-19 والحفاظ على السلامة العامة تابع معي للنهاية وانشر هذا المقطع لأن هذه المعلومات مهمة لصحة كل شخص مقدمكم الدكتور فارس من قناة سكون العلاج في الهند على اليوتيوب وخلينا نبدأ بصب موضوع في ظل منع التجول والتجمع المفروض في معظم مدن العالم من الآن الجميع مسؤول عن نفسه وأولاده وأهله وهذه تعليمات مركز الصحة العالمية للوقاية الشخصية والمنزلية لمنع انتقال الفيروس واحد اصنع بخاخ التعقيم بالمنزل احضر لتر ماء واضف عليه 20 ملي من الكلور يوضع في بخاخ وقم برش الأسطح وقبضة باب البيت ومفتاح الإضاءة وجرس المنزل وأي شي تشتريه وحتى المأكولات الجاهزة والمغلفة اثنين أي طعام تشتريه من الخارج افتح الغلاف الخارجي ثم ارمي الغلاف ثم عقم اليدين ثم قم بتسخين الطعام بالمايكروويف أو الفرن بدرجة حرارة عالية قبل الاستهلاك ثلاثة غسل الفاكهة والخضار واللحوم بماء مضاف له خل أبيض أربعة ارفع مناعة الجسم بتناول خضروات وسلطة مضاف إليها خل التفاح والليمون وشرب مياه كافية والتعرض للشمس ومارس الرياضة خمسة تجنب الاتصال لا سلام بالأيدي ولا تقبيل أو أحضان وغسل الأياد كل ساعة مع مراعاة تقنين استهلاك الماء ويمكن استخدام المعقم الكحولي ملاحظة الصابون والكحول والكلور تدمر الغلاف الخارجي للفيروس وتمنعه من الالتصاق ستة إذا ذهبت للخارج لأماكن العامة سواء التسوق أو العمل احمل مناديل أو قطع قماش مبللة بالماء والكلور وامسح كل ما تحتاج لمسه مثل قبضة الباب السيارة المكتب وأي أدوات عليه سبعة العطس والسعال بداخل الذراع وليس بالكف ثمانة طريقة غسل الأيدي استخدم الصابون السائل وفرك الأيدي عشرين ثانية ثم افتح صنبور الماء وأزل الصابون من اليدين ثم من الصنبور ثم اغلقه وهذا الترتيب مهم للحفاظ على المياه من الإسراف تسعة ترك الحذاء خارج البيت عشرة مزح مقتنياتك الشخصية بقطعة قماش مرشوش عليها كلور مخفف بالماء يوميا مثل الموبايل، النبارة، المفاتيح، الساعة، الخواتم وحتى المحفظة من الخارج والداخل 11 إذا خرجت من البيت لا تلمس وجهك أبدا واحتفظ في جيبك بعلبة كحول طبي 60% أو جل مطهر تستخدمه في حالة عدم توفر المياه في المكان الذي أنت فيه وخاصة بعد استخدام الأموال والعملة الورقية أو النقدية 11 ابقى في غرفتك في المنزل إذا أحسست بأي أعراض حرارة أو نزلت برد واستخدم القناع الطبي وابتعد عن التجمعات 13 لبس القناع الطبي أو الكمامة غير ضروري إذا أنت غير مصاب بأي عدوى أو مرض 14 علم الأطفال الغير واعين بهذه التعليمات 15 قم بمزاولة هوايتك في المنزل حتى لا تشعر بالملل أو الضجر وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية رجان انشر هذا المقطع لكل من تعرفه وإذا حبيت تابع باقي حلقات سلسلة دقيقتين عافية اشترك بالقناة على اليوتيوب المصدر موقع CDC المركز العالمي للسيطرة على الأمراض والبقاية منها معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة